عندما تتفحص خرائط المناطق السكنية في الفلوجة تجدها تتضمن حدائق وساحات عامة ولكن على أرض الواقع لا وجود لها بسبب قيام بعض الناس بالتجاوز والبناء عليها المتجاوزون يؤكدون أن فقر الحال تفعهم للبناء في الحدائق العامة عمري 60 سنة شبر بالعراق ما عندي وضحيت بحياتي وانطيت شهيد لجل هذا البلد شبر بالعراق ما عندي ولا عندي راتب لحد الان عندي خمس بلد كلهم عمالة يوم يشتغلون يوم ما يشتغلون فما عندي أمكانية أشتري أصولي وأبناء مجبورة وعندي 16 نفر برقبتي كل النساء وشباب مجبورة قعد قاعد تجاوز ما عندي أمكانية أصحاب المنازل الأصولية المجاورة لمساكن المتجاوزين على الحدائق أكدوا انخفاض القيمة المالية لمنازلهم داعين إلى حل جذري لهذه المشكلة هي أصلا هاي لنفرض حديقة عامة من أجو العالم وبنوبيها وصل المرحلة بأن لا يقعد هو عائلته بالشارع لا يخليهم تحت سقف فأضطروا وإجا قعد هنا أبو البيت لنفرض المقابيلة كان هو مشتري على حديقة من نبنت هاي الحديقة راح يعني شون نقول من سعر بيتها وكان عندها مستقبل مديرية بلدية الفلوجة المعنية برفع التجاوزات أشارت إلى وجود لجنة مشتركة تضم عددا من الدوائر الخدمية في المدينة لمتابعة ملف المتجاوزين وحل الأمور بالوسائل القانونية وردت مديرية بلدية الفلوجة العديد من الشكاوى بخصوص التجاوزات الحاصلة على الأملاك العامة وأملاك البلدية والأملاك القطائي حيث قامت بلدية الفلوجة بتشكيل لجان مختصة بهذا الموضوع لإزالة التجاوزات الحاصلة وبالفعل تم إزالة العديد من التجاوزات الحاصلة لكن هناك التجاوزات قديمة وبسبب أحداث التي تمرت بها مديرية الفلوجة بدأ المواطن يتجاوز على هذه الأماكن الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق بتوزيع أراضي سكنية مجانية للفقراء في جميع مناطق العراق وهذه المناطق المتجاوزين على ممتلكات الدولة والساحات العامة ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق هذا القرار حتى إذا ما تم ترحيلهم يوجد مأول لهم لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار